تعرفي ان نزيف الولادة ممكن يسبب مشكلة خطيرة جدا ومن الصعب تشخصها هنا عيادة الام الطفل ومعكم دكتورة الهام عز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل ورغم انها بتحصل تشخصها بيتأخر وبيكون صعب شوية فهنتكلم عنها ونفهمها كويس وهي متلازمة شيهان تعالوا نشوف الاول يعني ايه متلازمة شيهان شيهان مش جيهان شيهان يعني ايه متلازمة شيهان متلازمة شيهان دي هي عبارة عن تلف في الفص الامامي من الغدة النخامية بعد الولاد يعني ايه الكلام ده فيه غدة موجودة هنا تحت المخ يعني بين العينين من جوة اسمها الغدة النخامية الغدة النخامية بيسموها مايسترو الجسم او مايسترو الغدد لان هي غدة متحكمة في كل غدد الجسم بتديها هرمونات تحفزها وتنشطها او هرمونات تقليلها وتصبطها فهي اسمها مايسترو الغدد لو تفتكروا الفيلم بتاع جاري الوحوش بتاع الاستاذ نور الشريفة الله يرحمه واستاذ محمود عبدالعزيز الله يرحمه كان فيه بيقوله ومش عارفة هاخد حتة من الغدتك قدل عدساية هي دي الغدة النخمية هي دي بقى الفصل امام الانتيريور لوب او الفصل امام اللي بيقوله عنه فهو مسؤول عن تصبيط معظم هرمونات الجسم طيب بيحصل ايه بقى لو استدت حصل لها نزيف شديد مع الولادة الدم اللي رايح للغدة النخمية للشعيرات الدموية بتاعتها او الحاجات اللي بتوصل لها الدم بتكون ضعيفة الدم بيتقطع عنها تماما فبيحصل لها تلف او ضمور فيها تمام الغدة بتتلف فبتبدأ تفقد وظيفتها في افراز الهرمونات نتيجة نزيف ما بعد الولادة هل الموضوع ده بيحصل كتير مع النزيف اه بيحصل كتير مع النزيف الشديد مش اي نزيف يعني بيحصل ل8% من حالات النزيف و50% من حالات النزيف الشديد النزيف الشديد جامد يعني النزيف الشديد يعني ايه يعني الحالات اللي مثلا اضطرتين الكيميات كبيرة من الدم الحالات اللي دخلت العناية المركزة الحالات اللي حصل لها شك شك يعني صدمة الحلوية قاعت من طولها بسبب النزيف تمام الحالات اللي حصل لها الكلام ده عندها احتمال 50% ان هي فيما بعد يحصل لها شيهان صندروم او تكتشف ان هي عندها متلازمة شيهان تمام فالموضوع مهم والموضوع محتاج تركيز طيب ايه هي الاعراض ستة تيجي تقول لي يا دكتور انا حصل لنزيف انا والدة قريب وحصل لفعلا نزيف ودخلت العناية المركزة وكده والحمد لله عدت منها بسلام ايه يا الاعراض عشان اخد بالي لازم بقى تاخدي بالك ايه يا الاعراض اول حاجة واول عرض مميز هو فشل الرضاعة الطبيعية استتقامت بسلامة بعد ما زي ما قلتلكم مرت بتجربة نزيف شديد بعد كده تيجي تردع البيبي مفيش لبن تحاول يمين شمال تاخد هربانة تاخد الحبوب المحفزة تشرب حلبة تشرب كذا مغات مش عارف ايه مفيش لبن تمام لان هورمون البرولاكتن بيطلع من الغدة دي اللي هي تلفت فيجي للأسف بقى الناس اللي حواليها او حتى ساعات الدكتور يقول لها لأ عادي عشان انت مسلا جسمك ضعيف او مش مشكلة ابدأي باللبن الصناعي او عشان كذا يقولها مليون حج جنية مش عارفة تردع ويدوها اللبن الصناعي ومحدش بياخد باله او بيربط بين النزيف اللي حصل ده وبين عدم قدرتها على الرضاعة خلاص مرات بالمرحلة دي وما بتردعش تاني عرض مميز جد الست بعد ما قامت من الولادة فات شهر وشهرين ومش عارفة تردع وبتاع الدورة الشهرية فيه مفيش دورة شهرية تلات شهور اربع شهور مفيش دورة شهرية طبعا لان الهورمونات اللي بتحفز المبيض واللي بتنشط الدورة الشهرية برضو بتطلع من نفس المكان والمكان ده تلف فمعادش هورمون الFSH والLH فيه ناس طبعا عارفاهم دول اللي بيحفزوا المبيض مش موجودين اصلا تمام فبالتالي المبيض خلاص حصله كسل مش قادر ان هو يقوم بدوره فبالتالي الدورة الشهرية بتنقطع فتيجي الست برضو تستغرب يعني انا مثلا مش بردعه فليه الدورة بتاعتي مجتش انا واحدة ولدت ومش بردع فالناس تقول لها لأ عادي شوية لخبطة بعد الولادة برضو الناس بتطنش في المواضيع دي تمام فالدورة ما جاتش ومعها زالك تلاقيها متى انتبهش تروح مثلا تكشف ساعات عند دكتور هنا ولا هناك يديلها حقن تاني نزله الدورة ولكن هي في حقيقة الامر ما عندهاش الهورمون اللي يزبط العملية كلها فالحقن دي بتديها وبعد شوية ينزل شوية الدم وخلاص وانت هنا والستة تبقى نفسيتها مرتاح ان كده الدورة نزلت فلاق يا جماعة لأ عدم نزول الدورة ومع عدم وجود الرضاعة يعني ده جرس خطر او نقوس خطر لازم تصحصحي ليه ما بيجلكش دورة لازم تشوف الموضوع تمام نمرة تلاتة العراض العراض بقى بتبدأ تظهر تباعا تالت عراض بيبدأ يظهر معنا هو كسل الغدة الدرقية او نقص افراز الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي عبارة عن ايه هي غدة موجودة هنا مطرح ملابشاور في الرقبة مسؤول عن نشاط الجسم وعن امداده بتدفقوا عن بعض الوظائف الموجودة في الجسم بينشطها هرمون بيطلع من الغدة النخمية زي ما اتفقنا طيب الغدة النخمية عندها تلف مش هتطلع الهرمون ده فيحصل خمول او كسل في الغدة الدرقية ده ايه اعراضه بقى اعراضه بيكون خمول نوم كتير امساك عدم تحمل البرد يعني البنت دايما او الستة دايما بتلبس حاجات تقيلة حتى لو الجو حر مش قادرة تتحمل الجو تمام خشونا في الجلد خشونا وتساقط في الشعر كل دي اعراض نقص الهرمون بتاع الغدة الدرقية وهرمون السيروكسين للأسف برضو الاعراض دي بيحصل فيها لاخبطة نيجي مثلا عشان اقولكم ان التشخيص صعب تيجي الست ده انا بنام كتير ده انت بس عشان البي بتعبك فبتنام كتير او ده انا عندي بردانة ده بس عشان انت مش عارفة بردانة والمروحة اي كلام المهم انه محدش بينتبه كتير ان الاعراض دي كلها ممكن مع بعضها تعمل متلازمة والمتلازمة دي هي متلازمة شيهان تمام نمرة خمسة اطراب في الغدة القذرية الغدة القذرية دي هي الغدة الفوق كلاوية واللي بتفرز الكورتيزون الكورتيزون على عكس ما الناس بتتخض لما حد بياخد علاج كورتيزون الكورتيزون ده جسمنا بيفرزه جسمنا محتاجه مايقدرش يستغنى عنه الجسم مايقدرش يستغنى عن الكورتيزون ده بتاتا تمام فنقص الكورتيزون ده بيعمل ايه بيعمل انخفاض في الضغط انخفاض في السكر فقدان في الشعر ضعف عام في الجسم كله بتبقى هامدانة مش قادرة تقوم من مكانها لان ما عندهاش كورتيزون ضغطها واطي بتقع مننا سكرها واطي باستمرار ده كله نتيجة ايه نتيجة نقص الكورتيزون اللي الجسم محتاجه تمام اخر حاجة بقى نتيجة الخلل ده كله بيحصل اضطراب في الاملاح وفي عناصر الجسم ممكن يقدي لخلل في التوازن الكيميائي في الجسم ويعمل مشاكل كبيرة تمام فعلشان كده بنقولك خد يبالك الاعراض دي ممكن ما تكونش منفصلة عن بعضها الاعراض دي كلها ممكن تكون بتصب في حاجة واحدة هي متلازمة شيهان لو عندك اي حاجة من الاعراض دي بعد ما تعرضتي لموقف حصل فيه نزيف شديد اثناء الولادة لازم تستشيري دكتورك لازم تستبعدي وجود متلازمة شيهان اتمنى الفيديو يكون افادكم اتمنى السلامة لكل سيدة حامل وكل ام جديدة واتمنى تقدر ترضع طفلها وما يجي لهاش متلازمة شيهان ولا حاجة ان شاء الله شكرا ليكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته